كشف نصر ابو الحسن رئيس النادي الاسماعيلي عن حل ازمة الفلسطيني خالد النبريسي لاعب الفريق ودخوله معسكر الفريق وقال نصر ابو الحسن رئيس النادي انهينا ازمة خالد النبريسي واللاعب متواجد في معسكر الاسماعيلي بشكل طبيعي وتم قيده في اتحاد الكرة وتابع مشاركة خالد النبريسي الفنية في مباراة برامد فيهد يهاب جلال المدير الفني وحسب ما علم فما كان ينقص النبريسي للمشاركة هو ارسال خطاب الى لجنة المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم يفيد بحل مشكلته مع الاسماعيلي وحصوله على مستحقاته المتاخرة في تلك الحالة يكون مسموحا للنبريسي قانونا بان يشارك في المباراة رفقة الدرويش وخالد النبريسي وصل الاسماعيلية منتصف شهر مارس مجددا وذلك لاستكمال تعاقده مع الاسماعيلي على ان يتنازل عن شكواه ضد النادي امام المحكمة الرياضية ووصل اللاعب الى الاسماعيلية رفقة اسرته بالكامل وذلك بعدما تكفل النادي بتكاليف الاقامة الخاصة بهم وانضم خالد النبريسي لصفوف الاسماعيلي في يناير 2022 قادم من اتحاد خان يونس حتى نهاية موسم 2026 وشارك للمرة الاخيرة مع الدرويش في يناير 2022 كبديل ضد نادي السيراميكا كلوباترا وكان الاسماعيلي قد حل ازمة القيد في يناير الماضي وضم ستة لاعبين لتدعيم صفوف الفريق وكتيبة اهاب جلال وبعد اعلان اهاب جلال تشكيل الاسماعيلي اليوم لمباراة برامت سياقود خالد النبريسي هجوم الدرويش ضد برامت لأول مرة بعد قيده بشكل رسمي حيث اصبح تشكيل الاسماعيلي الاساسي حارس المرمى احمد عادل عبد المنعم وفي خط الدفاع حمد النجاز ومحمد سوي ومحمد عمار وعبد الكريم مصطفى وفي خط الوسط هشام محمد وعماد حمدي وامامهم عبد الرحمن مجد وارك تروري ونادر فرج وفي خط الهجوم خالد النبريس